كيف تمكن نيكولا تيسلا من أن ينجو من خطورة مرور التيار الكهربائي المتردد عبر جسده نعم نيكولا تيسلا بعبقريته وشجاعته لم يكن يترك ادعاءات أديسون حول خطورة التيار المتردد دون رد كان يؤمن بابتكاره إيمانا راسخا ولإثبات فكرته لم يتردد في إجراء تجارب على نفسه أنما الجمهور كان تيسلا يمتلك فهما عميقا لخصائص التيار المتردد خصوصا عند الترددات العالية والتي كان يولدها باستخدام ملفات خاصة تعرف بإسم ملف تيسلا أدرك أن التيار المتردد عالي التردد والذي يصل إلى 100 ألف هيرتز وأكثر حتى يميل إلى التدفق عبر سطح المادة الموصلة وهو ما يعرف بإسم تأثير الجلد بدلا من اختراقها ونعبور عبر الأعضاء الداخل الجسم مما يقلل بشكل كبير من خطورته الفيسيولوجية المباشرة وظاهر تأثير الجلد تختث بسبب الحث الكهرباناتيسي فعندما يتدفق التيار المتردد عبر الموصل فإنه يولد مجالا معناطيسي متغيرا حوله هذا المجال المعناطيسي المتغير بدوره يولد تيارات دوامية داخل الموصل نفسه هذه التيارات الدوامية تعمل على معارض التيار الأصلي وتكون أقوى في مركز الموصل وأضعف عند السطح ونتيجة لذلك يجد التيار الأصلي مقاومة أكبر للتدفق في قلب الموصل ويفضل المسار الأقل مقاومة وهو القريب من السطح في عروضه المدهشة كان تيسلا يقف أمام الحشود المتشككة يمسك بقطبي من أقطاب التيار المتردد على الجهد الناتج عن ملف تيسلا ومع مرور مئات الآلاف من الظلطات عبر جسده كان يدهش الخضور بإضاءة المصابيح المتوهجة التي يمسكها بيده الأخرى وأحيانا كانت تظهر حول جسده هالة زرقاء متوهجة عرب تفريق كورونا مما يزيد من الإثارة البصرية للأرض